السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم أخوتي أخواتي الموضوع ديالنا غادي كون على مشروب المناعة الفقر الدم الناس اللي عندهم المناعة لديفونس في الدات ديالهم كتكون قليلة باش غادي نعافو الناس اللي عندهم المناعة قليلة غادي نعطيكم شي علامات اللي أنا خدمت على هاد المرض اللي هو يا منطاشة بكترها اللي هو يا فقر الدم فقر الدم أخوتي أخواتي غادي نقول لكم الناس اللي عندهم المناعة قليلة واللي هما يا عندهم فقر الدم العلامات اللي كتكون على دات ديالهم إلا كانت عندكم هاد العلامات كونوا أكيدين بينما راكم عندكم فقر الدم إذا على بركتي الله كنتمنى كنتمنى تنطل هاد الفيديو من اللي والتالخر وتعملوا له بتختاج وما تبخلوش علينا بتعاليق وباللايك ديالكم وبصيمة ديالكم الله يخلكم ويطول لي عماكم إذا هاد المشكل ديال فقر الدم خدمت عليه وقلبت وصلت لشيحواج اللي ممكن لنا مشي نعالجو وإنما نستوبيو نحبسو هاد المعاناة اللي احنا كنعانيوها من فقر الدم هنا اخوتي اخوتياتي الناس اللي هي عندها فقر الدم كانين علامات كيكونوا عندكم في الدات ديالكم إذا إلا كانوا هاد العلامات راكم في البداية ديال فقر الدم وإلا فقر الدم عندكم العلامة اللي اولا كيكون النسال لالونج لالونج كتكون أخوتي واخوتياتي كتكون طيبة يعني كتبدي لالونج ديالك النسال ديالك كيبدأ يطيبليك من الداخل يعني كتلقي ديت خاص في النساء ديالك بما حل حق في النساء ديالك هو يطيب ليك. هذه علامة من علامات فقط دم وكذلك اخت وانترح الجواب مع خاطر البلاك والبلاك والروج الشئ الى المونيك تبعüne بخافة. علامة من علامات فقط دم وكذلك أخوتي أخواتي الناس اللي عندهم الحساسية الحساسية لكزيمة وكذلك علامة من علامات فقط دم وده بغد يمشيه الأخطر مض اللي كي تكون عليه فقط دم كي تكون عليه هذا المض وهو مض صدفية صدفية أخوتي أخواتي اللي أنا مشي تقلبت ويعني تعمقت في هذا المرض اللي أنا صدفية كنعافها خلال الخدمة ديالتي سبعة وثلاثين سنة ديال الصيدلية وزد تقلبت على الدواء اللي هو يكن جديد على ودمحدنا كنزيده في الأعوام وحنا يكنزيده في التقديم ديال الطب إلا كنشي حويج اللي غدي نقول لكم ما كيتعالجوش خوتي أخواتي هنا يا صدفية وهي كتكون اللي نجينا ونجيكم ديب بلاك اللي هما يكي كتكون جيها مربية واحد القشرة وكتكون جيها تانية اللي هي بحلة محرقة في الدات ديالك صدفية كتكون ويراتية يعني عندك فقرة دم وكذلك كيكون ويراتي هاد المرض ديال النسان اللي هو يعني كيبقى كيواللي كيبن بحلة محروق وكذلك ويراتي إذا هنا يا مدم تعدنا واحد الحاجة ويراتية ما نتسنوش من الطب ولا الأطباء يدويوها لنا ثم يا أخوتي إخواتي كنحاولو نتعايشو مع هاداك المرض اللي هو فينا وهو كنعافو لي كنحاولو نتعايشو مع هاداك المرض هنا يا علامة من علامات فقر الدم الحاجة الثانية من اللي كيكون عندك الدفاع ديالي ديك ولا ديالي جليك هشاش يعني ضغياء كي يتقطعو ليك ضغياء كي يطحو ليك الدفاع ولا كي يتفاق لك الدفاع علامة من علامات فقر الدم فقر الدم أخوتي إخواتي ما ننسوش بينما فقر الدم هو واحد المرض اللي كيف قتلكم انطاشا بواحد سوعة من ناحية الأكل اللي هو ماشي من الدم من ناحية الأكل اللي كناكلوه يا إما أكل زنقا يا إما يعني هادو نصائح غنعطيهم لكم بالنسبة للناس اللي عندهم السادفية عندهم حب الشباب يعني كيف كان قولوا ويراتي هاد المرض ديالي بلاك ديال فقر الدم وهو الناس خاصهم يبتعدوا على المشروبات الغازية خاصهم يبتعدوا على الملحة والسكرة الناس خاصها تبتعد على كل من هي مكلة زنقا في هاد دهنيات إذا ما حددك المرض فيك وانتي هي كتغديه بدك شي اللي كي بغيه هوايا وهي المشروبات الغازية اللي هي فيها الحلاوة وهو السكار والملحة وكيزيد كيكبه في الدات ديالك إذا هنا يا غادي نشتانبوا على كل من هو أكل ديال الزنقا مشروبات الغازية وننضموا لأكل ديالنا هنا يا لقيت لكم مشروب اللي هو يا أنا فايته حطيته لكم وتكلمت عليه مشروب اللي هو كحارب فقط دم وهو المشروب ديال العاصر ديال الزبيب الكحل باللاتي أنا جييكم بالمشروب الثاني الزبيب الكحل مع تفاحة مع المعدنوس أنا اللي برح كملت القبطات ديالة المعدنوس وجبت معي الجوج قبطات ديال المعدنوس إذا المعدنوس هذا المشروب اللي كانت منه كانت منه دومه عليه ماشي نشربوا واحد المشروب نهار ولا يومين وقصافي نحطوه إلا المشروب بحيد الدواء خسك الدومي عليه محد هدك الدواء هدنك وعطاك واحد نتيجة إلا وخسني مقال ناخد دك الدواء ولا ناخد دك المشروب المشروب ديال اليوم صحي مية في المية كي حارب سكار يعني الناس اللي عندهم مرض سكار سكار كي طلع ولا كينزل كي تحليهم السكار كيريقلي المرض ديال السكار كيريقلي لكم السكار وكذلك الناس اللي عندهم تنسيون كتطلع ولا كتهبط وكذلك كيريقلي تنسيون وعادة باش عيلاج شو نقول لكم عيلاج إلا دومتو عليه بالنسبة لفقر الدم بالنسبة لأمراض اللي هي كتكون عدنوياتية يعني كتكون في الواليد ولا الوالدة ولا خالتي ولا عمي هدوك الأمراض يكذب عليكم الكاذب يقول لكم كندويهم وإنما كنتعيشوا معاهم وكانعطيوهم الحواج اللي ما زيدوش يكبرو يعني نستوبيوهم نحددوهم هنا معانا مشروب ما تقولوش اللي يمن ناخدوش مشروب سحري مشروب اللي هاد المشروب اللي غادي نقدم لكم راح أيام زمان كانو كياخدو جدودنا وليدينا اللي كانو كييكلو الحم من عيد الكبير العيد الكبير وكانو كييكلو الحم اللي كييكون شي عس كييكلو الحم اللي هوية كيف كان قولوه الغلم ولا البقار كانت كطرعة كانت كطرعة يعني كيف كان قولو كطرعة كتاكل ذاك شي اللي هو من الطبيعة أما الحم ديال الدبا والدجاج ديال الدبا كيكبر باليزان تيبيوتيك في هذا الصدق الوضع التأكلي اكبر الوضع من ناحية ساكرين لم يكن يعاني من فقر الدم لماذا؟ كانوا يأكلوا الخضرات الطريقة التي لا يحنش على هذه الدواء والمواد الحافظة كانوا كل شيء عندهم من سوق للسوق و هذا يقول لنا المطلوبات اكترات الناس اكتروا إذا ما يقولوا يعملوا و لو اي حاجة تلقيها من غير الموسم تلقيها ما معنتها شدوها وكبروها وربوها وباعوها و لا يقول لكم هذا المشروب يا سالم عليه تقدموا تأخذوا و لداتكم و صحتكم احسن مكين لا تقولوا لماذا عندي صدفيا لماذا عندي لماذا عندي أحب الشباب على ود المناعة عندك قليلة و تقوي المناعة منذ أن نقوي المناعة سنقوي المناعة أولا و قبل كل شيء عندنا الحلبة غادي نقول لكم كيفاش غادي نتعملوا لها عندنا الحلبة غادي نحتاجوا للحلبة غادي نحتاجوا لهذه النجيمات أسان غادي نحتاجوا لها النجيمات غادي نحتاجوا لها النجيمات سوف ندخل لكم هاد النجيمات ويمكن لكم دخله القفا عواد اللي غادي نقول لكم بطريقة كيفاش غادي نعملو هاد المشعوب غادي ناخدو مثلا جوج معالق كبار مثلا نسكاس ديال الحلبة نسكاس ديال الحلبة حبوب غادي نعملوها فض الطحان الكهربائي اللي انا طحنتها فيه يعني هنا يا عندي يعني عندي الحلبة عندي نسكاس ديال الحلبة عندي هاد النجيمات اللي ويتكم فيهم واحدة ريحة غزالة وعندي وكذا لكم القفا عواد اللي انا طحنتها اذا هنا يا من اللي نطحنو الحلبة مع هاد النجيمات مع القفا تنطحنوهم وبشوية بشوية بشوية بشعوبو ديالك ميخساش ليك مكن ندفيوهمش ومكن نسخنوهمش بش ديك زيوت طيارة اللي هي كتكون في الحلبة وف هاد النجيمات وف هاد النجيمات وف القفا تبقالينا اذا غادي نطحنوهم ما اللي غادي نطحنوهم غادي ناخدو واحد الكاس ديال المدافي هنا عندي المدافي غادي نقبضو يعني غادي نقول لكم كيفاش تاخدو هاد المشروب الحلبة الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى الحلبة غادي تقول لي لي فيها ريحة اذا كنت تشعب الماء دائما وكنت تدوشي ريحة تمشي ثالث ثاني حاجة الحلبة تأخذها نهار الأول كتخرج لك ريحة ديالتها نهار الثاني كتخرج لك ريحة نهار الثالث مكتش تخرج لك مادم زدنا عليها هاد النجيمات وزدنا عليها القفا اللي احنا طحناها معها ما كتحسيش بريحة ديالتها ويا سالم يا سالم غادي ناخدو معلقة كاس ديال المدافي ومعلقة وغادي نعملو هاكا هانتوما هاكا غادي نخليوه واحد خمسة ديال دقيق خمسة ديال دقيق غادي نخليوه اه يطلق الحلبة تطلق في هاداك المسخون و هاداك الينسون يعني وغادي نخليوه هاداك المشروب وليما غادي نخليوه هاداك المشروب ليس نقول لك غادي شعبي غادي ما ديال وقليما تريد شعبي يمكنلك يضيفي عميل قدية العسل ولكن كم قوليك لا اختي العزيزة سوف تكتب عيش شعبي هكا وغادي تبطي على الكاس على هاداك المشروب غادي تبطي عليه سوف تقولي لي اشحل من مرة في النهار كانت تمنى تاخذي كاس في الصباح و كاس في العشية صدقيني و تيقو بيه الى اخذي تصويرها ديلة البشرة ديالتك قبل و دومي على هاد المشروب ثلاثة اسابيع ثلاثة ديل الاسابيع في الصباح و في العشية ما جاي سيدونا رمضان لقيت لكم الحل جاي سيدونا رمضان اللي كنكونوا صايمين نهار كله ايضا من اللي غادي نتفطروا غادي نتاخدوا كاس من هاد المشروب و كانت منى يعني الحساء ديالكم ديال اللي تدخلوا فيه مثلا الحسوة ديالت الشعير الحسوة ديالت البلبولة تدخلوا فيها الحلبة الحلبة اللي الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى الحلبة اللي كانت يعني كانت غدا توزن غلى من الدهب الحلبة اللي ايام زمان كانوا كيعملوها على البشرة ديالتهم على الشعر ديالهم على الدهب ديالهم دخلوا في الطياب اليومي دخلوا الحلبة في الحسوة ديالكم وإلا بغيتوها يعني ما تبانش كانت منى تطحنوها بحلي كانت نطحنها انا دابا وتندخلها في الحساء ديالي و كانت نتناولها كشربة ديالت الليل بالنسبة الرمضان كيف قلت لكم من اللي تفطروا يعني ان شاء الله غادي نتاخدوا هاد المشروب ديال الحلبة من اللي تفقوا الصحور يعني ما بين الوقيت اللي فطرتوا والوقيت اللي غادي نتصحروا فيها كيدوزوا على الاقل واحد خمسة ديالت السويح من اللي غادي تصحري و كذلك أختي العزيزة و الأخي العزيز غادي تاخد هاد الكاس ديال الحلبة فموها دافيا كيف وردتكم تخليوا واحد جوج ديال بقيق ولا ثلاثة وتحركيه وتنزلي عليه يعني علاج الفكر الدم كي قوي المناعة تنسيون اللي هي كتطلع و كتبط كتريق له و كذلك مرض السكار الناس اللي عندهم سكار كي طيح ليهم كتريق للك سكار ولكن أختي العزيزة تنقل لكم جوج ديال الكيسان في النهار اللي أنا كنناخدهم و من اللي كتتأخذ هاد المشروب تيقو بيا كتحسي بلما دوى ديالك كينانايا البشرة الشعار يعني كتحسي بلما هاد الدوى يا سلام أتمينة مناسبة علاج بين يديك بلا ما تمشيل عند الأطباء و يقولوا ليك عندك عندك الحساسية عندك سكار عندك كيف كان قوله التنسيون و اللي عندك المرض ديال الصادفية اللي كي بقوا عليك عملي هاد الكريمة عملي هاد الشامبوان إيدان خوتي خوتياتي مدم تكنعالجو برها خسنا نعالجو الداخل الداخل ولا بدا ما نعالجوه و نعطيه الحلبة اللي هي كتقويل مناعها اللي فيكم غتقول لي المدية للحلبة لا يعني كنقول لكم تطحنوها وعملوها هكذا في موها دافية و من اللي تبرد شعبها أختي العزيزة النتيجة لا تعد ولا تحصى كانت منه كانت منه هاد المشروب يعني يستفدوا منه و في نفس الوقت كانت قلب على راقم اللي غادي نعطيه لكم بالنسبة للدعم و عندنا واحد المفاجآت اللي احنا غادي نسمعوكم لأوديوات ديولهم للليف ديال اليوم في اللي ان شاء الله الرقم اللي غادي ندعمو به الناس اليوم وهو رقم سبعة الرقم سبعة غادي الناس اللي بغيين الدعم أهلا وسهلا و مرحبا بكم رقم سبعة خلي وليا يعني رقم سبعة اوديو ديال المقدمة هزي فيديو من القناة ديالك و سيفطيه ليا باش من اللي ندخل ولوليا ما يبغيش يخدم ليا من الفيديو مدخل القناة ديالك كنتمنى لكم التوفيق تهلوا في صحتكم ما تقولوش هادي فيها ريحة اقول ليو الواليد ديال الله يرحمو قليا اشن هو الدواء اللي كيداوي قد لي اشن هو يقالية الدواء اللي ما تستحملي شريحة ديالتو هاداك هو هو بلي كيداوي الدواء اللي كيحاق من اللي كنتأخذيه هاداك هو بلي كيداوي اذا اخوتي اخواتي عاونوا الدات ديالكم شرب الماء وناخدوا هاد المشروب ديال المعدنوس ديال الزبيب اللي انا وريدكم ما شاء الله عليه وتفاحه معاه منقش لكم كله لك ان ناخده وكذلك هاد المشروب اللي غادي نبدا ناخده دابا وغادي نضمه بالنسبة لشهر ديال الرمضان وحبكم في الله ما تنسوناش باللايك لو بخطاج وتعالق تعالق تعالق لك تفرحني واهلا وسهلا ومحبا بكم في القناة اللي هي قناتكم وحليمة منكم وإليكم والسلام عليكم